اووووووه فيديو النهارده هنجرب اختراعات الاطرية المعمولة من الكنافة والأيس كريم من سلطانة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم محمد العصام من قناة عصامément يا تخباركم معا إن شاء الله سأكون كله تمام وما زالنا في شهر رمضان الكريم واختراعات بقى الحلوة والكنافة والحركات بصراحة السنة دي كمية اختراعات اوفر هكتير قويI ولكن في مكان لفت انتباه اللي هو سلطانة سلطان السنة دي عامل كامل اختراع كده عامل فيه مكس ما بين الايس كريم والكنافة وعمل شوط اختراعات كده جمدة اوي 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 هو عامل حوالي سبع اختراعات بس انا جبت اربعة ده اللي لقيتهم طبعا 10 حاجة عنده دووقتي وعمل تريند جامد اللي هي كنافة بريكت طبق كنافة كده عليا شوكو كروكا نيت حاجة كده وعندك حاجة اسمها كنافة شوكو كروكا نيت حاجة كده وكانولي جلاش وكنافة كريم كرانش وعمل كنافة بالشوكولاتة وبستاشيو وحاجة اسمها ستيكي ديتس وكنافة مانجا سولتد كرامل طبعا جبت اربعة حاجات دول هنجرب حاجة حاجة ونشوف بقى سعر كل حاجة انظامها بس يازم ننجس الحاجات دي ايس كريم ممكن تسح مننا فقابل ما نبدأ الحلقة النهاردة وعطي نسا لايك لايكات كتير شير كتير زبطت تصبيت ويلا نبدأ في السريع حلوة دي نبدأ بأول حاجة وهذه الكنافة الجميلة طبعا ما عرفش ايه ده هنشوف وبا دي عبارة عن كريم شوكولت أرص عنا ازاي مع الشوكولاتة والحركات أول حاجة عجباني جيت بين التغليب في التغليب شكله حلو بروفيشنال كده وحاجة بسم الله ونشاء الله رب بس يكون سيحملني طانطانطا ايوا ايوا والله شكلها شبه في السورة يعني تمام لطيفة دي بقى حاجة يسميها كنافة شوكو كروكو نت حقا كده كروكو كروكو نت دي عبارة عن كنافة من تحت و بلات كراميل كروكو نت حقا كده و كريمة محفوقة و كطع براونيز و كرات كنافة بالشوكولاتة و مش عارف مع ايه و مع ايه و ايه طيب وسعرها عامل ربعمية وتمعين جليل كين بقى الحركات والكنافة والشغل العالي بص 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 سلطانة مش عارف ايه كرات الايس كريم بالكروكو نت معلش معنى جاهل بس هنزعف ايه الكروكو نت الكروكينت كروكو نت ايه كروكينت اه كروكينت عبارة عن شكولاتة مكرمشة بالكراميل المملح ام تقريبا يعني طب يا جماعة اول حاجة نعملها هناخد بقى حتة كده و نشوف الدنيا نقطع كده اوبا اوبا خدنا حتة كروكينتية الكيلي دي بقى على جنب كده بص بقى المنظر الحل طبعا دي بتسخن بتحط في المايكو و و بل مدة 20 ثانية غير الغطر بس طبعا زي منتوا عارفين المكروكة عندي بويز هنحطها كده يا اصلا طبعا ريسها يدفها يعني هنجرب بس واحد الاول كده و غير حاجة بص باردو نحس الحاجة الاول بسم الله والان نحنى وقت ازود بسم الله طعم الكراميل المملح ممتاز والكريمة هايلة يا جماعة اكفاء بقى بصوا بقى سكراء خليل قوي هننزل بقى بشكوات بس كفية كده ندول الشكولاتة بقى بسم الله هنا الكنافة عشفة قوي بس اعتقد لما تسخن الشكولاتة وتحطها على الكنافة هتبدأ قطيتها شوية بس ايس كامل اللي هو الكوكينت دوت ممتاز قوي طعم حدو جدا بس بالنسبة كسكر سكر مضبوط قوي وطعم حدو قوي وعاز اقول لكم يرضو مقارنة باسعار السنية دي 4080 جنيه اعتبر سعر معقول وعجبني اكتر الفكر ان هو ايه عامل كذا حاجة كده وامنا بتد pana trata بيسك بجاهちは مع بعض وفي نفس الوقت وعط لكم ju habe Arms فكرة منتازة قوي فاكرة بداية كده ام Heath هيدخل بقى على مشابه ده بس ايه اللي يطلع بقى هcieruanجربه خلاص يا طبع ايه معاينها أوو الطرند دي بقي اشهر حاجة عينده بقى اسمها براكت دي بقي عبارة عن ايه طبقات كتيرة قوي عندك ايس كريم وبراونيز وطبقة كنافة وعندك كريمة مخفوكة وصوص كرامل والقرص بتاع الشكوطة بيتكسر ده ده كده شكلها وده برضو شكلها من فوق وبص بقى الطبقة عاملة ازاي دي سعرها عامل ربعمائة وتسعين جنيه دي اغلى حاجة عن سلطن وشايف برضو سعرها معقول بتعبه نكسرها وبص بقى تكسر كده مش كمسة منها بريكت بتكسر الشكوطة دي بعد كده بقى تقطعها وتاخد حتة انا بالنسبة لي اكتر حاجة متحمس لها بص بقى من تحت بقى شكل اصلا الايس كريم ساح وحالته بقت حالة اطلع بقى اطلع بقى لاش وضعها بقى اوه اوه ايه ده ايه ده كمية سكر رهيبة نركب بقى دي على جنب كده ونخش على هزي المدعكة انا مش عايف كده هزي بصراحة كمية سوس وايس كريم كمية شغل بصراحة عالي تعال بقى ايه ناخد كده حتة كده ناخد كل حاجة واو ايه ده دي خطيرة دي فعندك براونيز وعندك هزي كريم وعندك كريمة وعندك كراميل وعندك شوكوطة يا حلاوة بس انتوا عارفين هزي كريم رحة ساعة قوي ايه انا بقول ده ما تبايعي انا اصد يعني ان احنا دوقت في جو يعتبر جو يعني اواخل الشتر اتخال دي بقى في السيف والجو حر وانت عرقين وعلى اخرك هتبقى عجب ده قوي عاجبني برضو في حاجة هدية هنا ده هما عضون ضمير يعني هما زبطين الحاجة قوي شايفين تقن شكوطة قد ايه لأ دي تكسر التربة الساح يعني انا ننصحك لو هجي حاجة ده السنة عن طيطنا هدي دي كمية الكراميل اللي فيها مع تعمية شكوطات كتير قوي بس فيها عيب تقيلة قوي قوي انا شايف ان اكتر حاجة فيها مسكرة هو الكراميل لكن انا هنتكلم وكيمة مقابل السعر كيمة محلوبة قوي قوي شايف انها حلوة تنفع كزيارة في البيت لما انت مثلا رايح لحب صاحبك رايح مثلا في عزوم أو كده تقودها معاك ممتازة مختلفة واكتر حب شفتها كرياتي في الساعة دي في رمضان شايفين الميكس الرهيب بتاع البرونيز مع الكونان فمع كفاية بقى كفاية هتخفتها كفاية من واقص لو وشي بقى وصه شايفها في البرتقانة ثالث حاجة معانا بقى دي بقى اعتقد اللي هي الستيكي ديت اوبا اوه جامد عندنا خمس كطع من الستيكي ديت تعال نشوف كام عبارة عن ايه يقولك دي عبارة عن خمس كطع مني تحتوي على براونيز بالبلح جواهه ايس كريم سولتة كراميل الكرنابل الواحدة بالبلح وعاك سوس كراميل مع كطع البلح بمكسرات سعرها عامل ربعمية وعشرين جنيه احنا اخدوا واحدة بس في حاس عاملين ضايط ايه مفروضة يعني مرتقاناية جدعان مرتقاناية ايه ايه جود كده اربعة ودي دي بتاعتي بقى دي وعندك تأيوني عين جمل مع اثنين طمر وحركات بس الغريبة هو بيبيعها خمسة على بعض حتى انا بعتمها على نت بعتمها جمعها انا عايز واحدة بس موشنا اوفر بتواعرفين برضو بحيبها يوفر بعد البصاريب دي فقال لك لأ هو بيتبعوا كده على بعض خمسة ماشي خمسة خمسة مجاتش على دول نكونها ازاي دي اتاحها من نص وكده وانت كانت بتاحها كده من نص اول خباب ده جوا حاجات فيها شغل عادي بصراحة طب تعني كانت نقطع كده ناخد حتة كده ايه من كله بقى حتة من كله بسم الله المحشية اصلا ايس كريم فيه كدع جوة بلح تقريبا قال ايه دي ايه بص بلحية من جواة عامل ازاي كدع من جواة فصدق بصو تعمه كده فكرة انه هم اصلا الناس متخصين في الايس كريم هبقى يشتغلوا بخورهم بقى ويحطوا بقى على كنافة على ما شعب ايه على ايه على ايه بيعملوا دفتعات الجامدة دي بجدس يعني مخلقا نضيف طرح بصوك هو دي حسات قيلة بس كناتة خفيفة يعنى ميكسي كده تحسين متوسطة دي ما نجزعكش قوي تاكلها ولقى مبسوط دي بقى اخر حاجة معنا معاها برضو مشروب او صوص كريم شوكليت غريبة دي ما بيجيش معاها دي هنشوف دي وقت اوه بسم الله اوه 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 دي اسمها كنافة كريمي كرانش دي عبارة عن كنافة معاها ايس كريم كوكي كرامبل مع طبق فانيليا وقطع البرونيز وقطع كنافة بالشوكولاتة مع وجود زجاجة من عصوص الشوكولاتة البيضة بس هو ما بقى ما جاولش بيضة بيضة جابوش شوكولاتة عادية زي اللي فاتت مهم ان سعرها عامل ربعمية وخمسين جنيه لوس الشكلة عامل ازي عن قريب عند البلد القطع اللي مش عامل هي مع الكنافة اه طبعا دي يافس الكلام برضو بتحطي في مكريم فتلوجها كده ايوه 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 طبعا طبعا هنضغل الاول من غير السوس يعني اصلا دي بقى عصوص تاني جدا بسم الله بسم الله بسمها كريمي كرانش عاطين كوكيز مع الايس كريم مهم نقطع كده حتة من الكنافة نجرب بصوا هول هنا اللي مسكر هي كوكيز لكن ايس كريم مزبوط طعم كوكيز طعم ما احبه قوي فهنزم مع ان يبحي بالكرانش خالص ولكن كان نفسي دقوا معها اسوسة هو الشكلة بيضة هتبقى حالي ثانية لا يزب حطي من كوكيز بجمعه بتنزلش الشكورتة ايه مسكت نفسها جامد طيب مش لازم هو فيك اصلا دي بشتاعتها اصلا بس انا على ما اتوقعه يعني ان دي لت لو تحطها هاي الشكورتة هتبقى مسكرها اوي فلو انتو عايزين حاجة خهيفة هاتولية او التانية الاولية احنا جربناها يبقى خفافة الاول لو عايزين بقى مسكرين حط عليهم الصوس ده حلو القوي يعني بزك اوي مفهاش لعب كتير بس كان هو اللي توقع هنا في الطعم هو كوكيز تعانا راتبها رقم واحد البريكت عماها جميل مخدومة اوي بس بتقيل اوي دي عبها فاي حد بس اي حد في السن بس عندهم برضى السكر طبعا او عادي جنب الحاجات دي اصلا كلها اللي اربعة بجيش جنبهم وبرضى كمعها باعتدال يعني طبعا انا بعكوش دعبية ده شغل بس انا ايه بحاول برضى برضى التصوير امسك نفسي في الاكل وكده ما اقولش كلمات كبيرة وظبط اكلي طبعا في رمضان دينا بايزة خالص مش هافى زبط اكلي قوي يعني بس بحاول ولكن ان شاء الله بعد رمضان هاتقولي كده هاكون خاص عشان بصوا 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 مرتعنا يا مرتعنا يا مرتعنا يا قاعد يلا الحمد لله والله خاصيت زمان شفويني كيس انا فتكت في كاس العالم كنت بصلت الرفع حلو اوي حد بس كده حد دخلت قال لي انت رفع كده ازاي كده مش مشفوط لكن انا بعد الفترة كنت عبت شوية من التمرين ببطلت واتني وبطلب التطرة دي حاولي ترجع وان شاء الله هتصبت نفسي مهم نرجع لموضوع ده بريكت اول حاجة بس تكلها باعتدال لشان ميت فكرة قوي تاني حاجة ما توقعتهاش خالص انها تعجبني اول كده اللي هو مازج التمر مع ايس كريم مع مخراونيز وثالت حاجة اللي كان لنا اقوى واحدة وانت اسمها ايه اللي هي كوركنت دي ثالثة حلوة وده الربعة الربعة لها الكريمي كرانش حلوة برضو كل حاجة بازي بيزيك ايس كن فلنانية مع كنافة مع شوية تراونيز مع شوية كوكيز ايش تا يعني فدي الناس اللي يحب الحاجة اللي هيحبوا دي اولا لكن من الاخر كده سلطانة من اكتر الناس اللي عاملين اتكاسات وشغل حلو 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 كده مضيفة قيمة مقابل السعر الفترة دي هنجيش تقولي لا مرحبا حاجة غالية لا هي مقارنة بصحابها اللي في السوق ديوقتي سعرها مناسب قيمة مقابل السعر كمية حلوة حلوة جميلة لطيفة هكيبش بالل اربعة انت فهو هجيب واحدة بس انا اجيب بالل اربعة اشان ايه بيعمل فيديو لي كنتم يعني ده شغل دي بالاخر اما ييب بالل اربعة لكن انت ما تشتري اشتري واحدة ها بعد ياسدك اشتري واحدة تعملش زي مهمة بس كده دي كانت حلقة النهاردة ان شاء الله اوعيدكم ان دي اخر الحلقة فيها حلويات هي كده معروفة اول عشر في رمضان حلو يا حلو لكن بقى للفترة الجاية دي ما هنخلش بقى في اكل ما هنخلش في صحور وحركات فيها حلويات شاهدوا بقيت مرتقناية مرتقناية هنا معكم محمد عصام شوفكم ان شاء الله في حلقة جاية وعنزح في الكومنتات تقولي لا اي حد جرب قبل كده في السلطانة ايه اكتر من انتج عجبه انا بالنسبة لي البريكت انت را اقولي ايه اكتر هي عجبتك في كوميتات تحت سلام جماعة بعد تصوير خدت بالي ان الباكيج بتاع سلطانة بيفتح بسكوتش كان حد يقولي طب